السلام عليكم متابعي قناة انفس سبوخ اليوم ما احنا سعادة باش نصطدفو الحكام الدولي السابق والمؤطر سيمونير مبروك باش نضرع واحد لعدد المواضيع اللي عنده علاقة بالتحكيم وانا سيمبروك مرحبا بك مرحبا بي عندكم ومرحبا بمتابعي انفس سبوخ اذا نبدأ بواحد الخبار يعني واحد القدر قوله سبق والتعيينة دي الحكام دي اللي غادي التظاهرة اللي احتضر المغرب دي اللي اقل من 17 سنة يعني تعالت الحكام مغاربة حاضرين في التظاهرة وبالفعل بالامس مساء صدرات اللائحة من طرف الاتحاد الافريقي اللي تتضم اللائحة الحكام اللي غادي يشاركوا في التظاهرة دي اللي اتقام في المغرب في نهاية دي هذا الشهر هذا اذا كنين عدنا اربعة حكام كالحاكم الدولي اه جلال جيد من اه اللي هيكون مثل اه المغرب وكاللمساعد الحاكم الدولي حمزة اه الناصري وكالالجديد هو العنصر النسوي اللي هتكون اول اه مرة في هاد الموصب قد يل اول مرة غادي يكون عدنا جوج تمتليات تكون تمتليات دي الحاكمة اه الدولية بشرة اه كربوب والحاكمة المساعدة الدولية فاتحة الجرمونية اذا ما نكونوا ممتلين باربعة حكام كيف كنا ممتلين باربعة حكام او اربعة الخمسات الحكام كنا ممتلين في الشام اذا هاد مساء اللي كنت اسميه تفتح المجال باش نتكلمه على الحوضور دي اللي تتحكي المغربي في تدهورات القرية وفي تدهورات اه الدولية هو كم تتعرف اه سي شروق هو بفاش لعب المرحوم بالقول ساعد بالقول لعب للنهاية دي الكأس العالم سوف في الصقف كم تنقولو طلع طلع العشرة على عشرة اذا دائما كن طوم واحدة باديل الحكام اللي باش يكونوا في هادة المستوى هادة دي الكأس العالم او دي الكأس افراقي في النهائيات وهذا مروا مرة اجيال اليوم كن جيل جديد اللي تنتمنى لهم توفاق كن حكام شباب بالامس شنا اه ارضوان اجيال بكأس العالم القارات اللي تنظم اه في قطر وكان حكام اه مساعد فيديو وان شاء الله غدا تكون تمثيلية ديال طاقم مغربي ان شاء الله في كأس العالم ديال قطر الفين واثنين وعشرين هادة الاسبوع هادة والاسبوع المقبل كنين تعيينات اه كتيرة ديال الحكام المغاربة نوردين اه الحكام الدولي نوردين الجعفاري كان عنده تكليف في احدى المقابلة الدولية بشامبيون سليغ سامير اه القزاز حكم دولي مغربي عنده تكليف في الاياب ديال احدى المقابلات في شامبيون سليغ ارضوان جيد عنده مقابلة ديال الترجي الاسبوع المقبل اه البارح اللي جات اللائحة ديال او ديسات اللي فاها اربعة حكام جوج دوكور وجوج اينات افشان اللي فات اه كان عندنا خمسة حكام كان عندنا الحكام الدولي اه اه زوراق عادي الزوراق اللي كان حكم مساعد فيديو وكان حكم ساحة وكان الحكم سامير قزاز زكريا البرنسي مصطفى اكركاد واردوان جيد اللي كان معهم ولكن جه تكليف باش يمشي القطر وغادر الكاميرون ومشي باتجاه القطر اذا الحمد لله كنا مجموعة عادي التمثليات كالحاكم سبريل اه تاوى اذا 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 المغربون ممكن يحلموا انه واحد الضار حاكم مغربي قد يقود نهاية ديالكاس العالم كنا الحلم هذو ايه خاص يكون خاص يكون لما كان شي طموح ان شي حكام رغير تضيع الوقت خاص يكون الملاحظة دائما التحكيم دائما المطار ديال النقاج ديال احتجاج دياله دا رغم هذا التطور ومؤخرا في اطار يعني توضح الامور صدرات واحد العدد ديال القوانين الجديدة ماينا تطينا يعني باختصار اهم اهم التعديلات اللي دخلت على القانونية التحكيمة هو القوانين اللي جات جديدة جا واحد وعشرين تعديل جا واحد وعشرين تعديل جا تيشمل اسبع مواد المادة الليولة الملعب وبعنها المشاريع يهضر على المرمى وتتتذكر بان المرمى كان واحد الوقت مربع الشكل من بعد جا مسادير الشكل بيضاوي الشكل دا باي ممكن تكون واحد توليفة ديال هذك المرمى ما يقدر يكون من جوج اشكال او تالش اشكال تكون واحد توليفة ديال ديال بوتو يقدر نضي البوتو يكون اختلف على المرمى الاخر ولكن ما يشكلش خطر على اللاعبين المادة جوج الكورة المادة اه المعدة ديال اللاعبين هو تنظروا على ذا كله بولار ديالجهاز ديالتبوع اللي تلبسوا اللعبة المادة عشرة الحداش تسلول توجه في واحد اه تعديل والمادة اتناش والمادة اربعتاش ركلت الجزاء والمخالفات اللي تدير حالس مرمى اتناء تنفيذ ركلة الجزاء اذا جات مجموعة ديال التعديلات وبدا بيها بدا السرايان ديالها مع بداية ديال البطولات الاوروبية والبطولات الفرقية ممكن شغلين نتكلموا لهم كاملين شكول لك اللي يصدر هالتعديلات مين كان جيالتعديلات? هالتعديلات كان اه كان قبل كان اه كان الكتاب ديال التحكيم كان تخرج بلانتات ديال التحاد الدولي ديال لفيفا ولكن في الفين وستاش ليفاب هي اللي تحملت المسؤولية باش تخرج ليفاب ليفاب يعني ليفاب وجهاز مستقل تتكون من اربعة دول اه سكوتلندا انجلاتيرا لويز وايرلندا شمالية عادوا تقول لك احنا هم اموالي الكورة هموالي تفهموا في الكورة اي اتحاد عنده شي اقتراح او شي جمعية ديال اللاعبين او اذا تيفطل هاد ليفاب هاد ليفاب تتقوم بواحد الاشتماع في احدى الهواصيم تدارسوا هاد تعديلات هادي وتخرجوا التعديلات تتطولي سارية الانفعول من فاتح يونيو من كل سنة فاتح يونيو من كل سنة تبدأ تطبيق ديال هذوك القوانين الجديدة ومدول ناطيقة باللغة الانجليزية. طيب ولكن اهم بتعديل تبقى في هذه السنوات القرى هو هو الفار ولكن الملاحظة الفار وباقي الاحتيجاجات باقي الناس بقى ما فهمتش اه البروتوكول البروتوكول علاج. ده با الحكام راه هاد من البروتوكول لانهم دوزوا دورة التكوينية واخدوا الليسانس من طرف الاتحاد الدولي باش كيف اه تعرفها سيشروه. نعم. ولا المتابعي الكرام ميمكنش شي حكم يقود شي مقابلة في البروتوكول ديالظهر وما عندوش لا ليسانس الرخصة من طرف الاتحاد الدولي. نعم. وهد السنة هذي كي الجديد في اللائحة الدولية كنين حكام دوليين بطريقة التقليدية العادية ولكن هاد السنة هذي كنين حكام دوليين اختصاص فار. مم. والمغرب توقض مقاعد في هاد في هاد الشأن هاد ديال اختصاص الفار. اذا كيم قلت الحكام عندهم عندهم لليسانس وخايدين تكوين وخايدين ان سيمينار اللي عندو واحد المدة ديال الساعة تخاص يكمل واحد عدد ديال الساعة باش ياخد هاد الرخصة هذي. اشنو اللي خاس دابة? اللي خاس دابة هو خاس الاطراف اللي متدخلة في اللعبة. من اللاعبين. لعبين مصيرين. مصيرين. جمهور. صحافة. مدربين. اذا جميع هادوك الناس اللي تكون في ديك المائدة المستدرة يوم الاحد اللي تيكون اللي تيكون في هذيك المقابلة. خاس كل شي يفهم هاد الجديد اللي يجا. وتشير غادي تتطور بسرعة. هاد شي كاين في الانترنت كاين في الفيفا. ولكن لا شرحناه. وهاد الجلسة مثل هاد الجلسة. نعم. هادي اللي معك نعم. نعم. هي جلسة توعوية. باش الجمهور يعرف ام تتدخل الفار بعض المرات تنشوفوه تتكون الفوطنة. نعم. وما تيصفراش الحاكم. تيجي تنشوفو اللاعبين تيحتجوا. تيقولوا لي لا خاسك تشوف الفار. لا. الفار عنده الحويجات اللي يعاطيه لمشريه. اللي خاسوا يدخل فيهم الحاكم. ودخل فيهم اه ورفض الفار. وهما ربعت من قيطة. وين هذيك الطالب دي لكي يجي اللاعب على الحاكم. ديكرة فا انضار. هذيك فا انضار. هذيك فا انضار. هذيك اللاعب ما عارفش باننا را عنده رخص. را عنده انضار ان يجي طلب من الحاكم باش يشوف الفار. هو تعال الصعي الدولي بعض المرات ما تيضبطش اللاعب ما تيضبطش كم تنقوله ما تيشعرش. وتمشي على الحاكم وتدير له. الشاشة ديك نعم. شاشة. تيقول لي مثلا خاسك بشي شوف الفار هذي ارى لا كان فيها مثلا اللاعب اكرر هالمرة اللولة والتانية انا را يتوجه لي بطاقة صفرة. ولا كانت عنده بطاقة صفرة فهي بطاقة حمراء لانه اخذ انضارين متتاليين او بعض المرات المدرب او بعض المرات الحاكم تمشي يشوف ولاح ولاحظنا بان اه لاعب سواريز دار في في الليقة اخذ في انضار. الحاكم مش يقوم بالمراجعة دي اللقطة وصواريز قام بمتابعة الحاكم ومشته هو بغي يشوف اللقطة انا الحاكم مش جاليه لانا كنا واحد الحرمة. فهادك المكان دي المراجعة كنا واحد الحرمة اللي خاص الحاكم والواحد اللي يمشي يشوف اللقطة ميمشي معاه لا تقني لمدريب لا لاحظ. وكي الملاحظ باقي باقي ديك ديك المفهوم دي التأثير الحاكم حتى مع الفار الحاكم تيمشي للشاشة وكتقل عبا وادا تبعي نوتي هاد رمعا وادا بانك محاولة دي اللي دي التأثير اللي تشيقصو. ما 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 يبقاش خاص العقلية تبدل غير هو اللاعب كي نبتلك بعض المرة ما تيشعرش نبال مثل الحاكم اللي قلت يا دي الملاحظة الحاكم تيكون يتواصل مع القاعة دي المراجعة دي الفار وتيكون دير الاشارة لانا وفاش يدير الاشارة وكأنه راكين واحد تواصل لاسلكي مع قاعة المراجعة. تيتسنى الحكام اللي في القاعة دي الفيديو دي الفار تيتسنى هم يراجعوا له اللقطة. نعم. ويشوفوا اللقطة لانه اللقطة مثلا تسجل هدف رات يرجعوا من الديبار دياله. ام. يعني. واش ترتكب شي خطأ في الطريق. جيس امور. انا ما شي ما تنشوفوش غير الهدف واش دخل. لا. ولا ما تنشي لاعب. شوفوا المصار دي الفار. المصار دياله من البداية. نعم. اذا هدوك القاعة الشي ديروا بعد ما تنشوفوا الوقت بانهو تعطلوا هلا. ارات يرجعوا باللقطة اللي انو معهم تقنيين. داخل الغرفة كيني تقنيين هدي اختصاص ديالهم. هدوك الحكام تطلبوه من التقنيين باش يرجعوا لي من اللقطة من ديبار دياله. ولكن تغادل من ديبار من بوطل بوطل هتتأخذوا حد المسافة. خاصة ما هو في اطار نتوضيح. مم. بافوام. كنشوفوا مثل الحكام تيتسلس. وتيلعب كورة. يعني هادوك الحكام دي الفارة هم تيح يعني وما ليتيقروا. هم ليتيقروا. كيني الحالات. كيني الحالات في البروتوكول كيني الحالات هما متلا نعطيك مثل. نعطيك مثل. واش العرقالة تمت خارج المساحة او داخل المساحة. ايبوالو. هنا بلا ميمشي يشوفو. يعني هو بانه مثلا الحكام عرب بانه كين خطأ. ولكن بقى عندو اشكال. واش كيل العرقالة خارج المساحة ولا داخل المساحة. هنا بلا ميمشي ايتشيكي هو اللقطة. تيتواصل مع الغرفة ديالفار تيتأكدو لي. تيقولولي بان العرقالة تمت خارج المساحة. تيحط لافوط وتيلان. ولكن احيانا واختي يسمع. واش هما تيقول لي. هما تيقول لي. ها يشوف تيحملوا المسؤولية. متشلي فمسانية. مثلا مثلا عدنا اه اه فرصة ثانية حي تجيل. ناخد المهاجمين هما الحمرين. هما الحمرين. غادي بالكورة هادا مدافع. وتمت العرقالة ديال هادا لاعب رقم طناش هنا. وما كينتشي لاعب. هادي في القانون بطاقة حمراء. لانه هو اخر لاعب. لانه كون ما عرقلوش كان رقم طناش كان غادي يشجل هدف. هنا الحاكم يجب بطاقة صفرة. هادا كل غرفة ديالفارش يقولولي. تيقولولي هاد الحالة بالنسبة لي نحنا في الشاشة ممكن. ممكن تكون فيها بطاقة حمراء. ما تيقولوش لي رفع بطاقة حمراء. ممكن. ممكن. تكون فيها بطاقة حمراء. تيقولولي اشتي تيقولولي لهم انا شتبئ انه راكني مثلا حواجي. هو بزنسبة لي هادا كين هنا. اه. تيقولولي لا رقم جوج را ما كانش هنا. رقم جوج را كان خلف العملية. تيقولولي وجدوا لي اللقطة انا غادي نجي نشوفها. تمشي شوف اللقطة تيتأكد. تلقى بان هذه الصورة اللي عنده. تعيط على اللاعب راكم ثلاثة. تيقول لي هاد الصفرة هادي. را ما بقعتش. تيرجع بطاقة صفرة وتيجبت البطاقة الحمراء. وتيطرد اللاعب. هادي مثلا حالة. والحالة مثلا ديال التسلول. واش كين تسلول لما كينش تسلول? تيتسنى وغير يراجعوا لي اللقطة. لم يمشي شوف هو اللقطة. كين الحالة هو ديال التداخل مع المنافس. واش كين تأثير على المنافس او لا. اما لكانت حالة عادية ديال اه تسلول. تيتسنط. واش العملية فيها تسلول لما فاش تسلول. لقلوا فيها تسلول تيلغي الهدف وتيلعب تسلول. قالوا لي عملية بانه وراها هدف سليم تطلب منهم الى بوركدة انطلاق. اه 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 سي مونير واش ما في التوضيح. الحاكم ملاش كي ياخد اه تقاعدين كحاكم. اش من السن? كانت خمسة واربعين سنة. الحاكم لي لعب البارح لبارسلون عنده سبعة واربعين سنة. اذا. اي هو القانون وهو القانون خمسة واربعين سنة. خمسة واربعين. ولكن مثلا نعطيك مثال. مثلا مونير مبرك وصل السن ديال خمسة واربعين سنة. نعم. والاتحاد المغربي. الجامعة المالكية المغربية. قد القدم تبل få ب uploads. وفوحد المساواة كبير. اش عشيق ردوان. نعم. الحاكم الدولي عشيق ردواني العافل مونديا ديال روسيا. كان تواصل بين الاتحاد دولي و الجامعة. طلبوه باش عشيق. يمدد. يزيد في السن ديلولي ان الاتحاد الدولي مازال محتاج لعاشيق. اه. اردوان. وبحتى لو يقع الحاكم البرح هولندي. ما زل التحاد الدولي تبل بان الحاكم الولندي. شحال عنده حق المدد؟ تبقى ما تيجي بالاختبارات البدنية والاختبارات الطبيعية إنه ما كيش بعد سنة مثل سنة ثانية ولا ثالث سنة مثل تفوت عامين ثلاث سنين ربع سنين وتنشوفوا الدوري الإنجليزي حكام عندهم خمسين سنة ويقودون الدوري الإنجليزي كأنهم شباب لأنه كنا التقافة الإنجليزية عندهم هنا الحاكم فاش يوصل خمسة واربعين سنة لما كان شف له هون يفوميت العاشق رضوان مثلا العاشق رضوان دافلوه الطب غادي الكأس العالم كان تواصل بالاتحاد الدولي والجميع طلبوه باش عاشق يمدد لأنه ما زال نحتاجه العاشق وفاش يكمل كأس العالم ديالروسيا أه أه وأه أه وأنتصورك رواحد مسألة واش عادنا حنا حكام أه محترفين يعني الخدمة ديالهم هي التحكمة لا ما زال ما وصلناش لأه أهتجربة دارتها ألمانيا ألمانيا خدوا ثلاثة ديال التوليتيات وداروها تجربة ديال احترف وكين داروا على اربع سنوات. الفين واثنين وعشرين الجامعة الالمانية غدا تخرج واحد تقرار فين وصلات هالتجربة اه ديالهم هنا عدنا حكام كينين عدنا حكام محامون كين عدنا حكام اطباء كين عدنا حكام رجال اه اعلام كينين صحفيين كينين رجال التعليم اه كينين نزل السياسة وكل كينين موظفين اه بنكيين اذا طلبة طلبة ايطار ايطار توضيه ان تصور كده با الحاكم مش محترف عندوه الشغل دياله كيف يجيك العلاقة دي الجامعة مع يعني يعني ما نهضرش عن الميهان حورة اه هضر عن الميهان مثلا موظف استاذ هذا مزر ترخيص كيف يجيك تتمد العميدي للترخيص هو كين واحد كين واحد المذكرة وزارية مثلا الحاكم عندما يكون عنده شي انا كانت عندي هات الحالة هدي فاش يكون عندي شي تكليف دولي كينه واحد المذكرة باش نسافد من واحد الاجازة آآ السيطنائية. وما تتمسش لي الرتيب ديالي لاناني امتي البلاد تنكون سافر وكان واحد الاتفاقية بين وزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة. وتنعمر هاديك مرفوقة بالتعيين. وتناخد ديك رخصة السيطنائية باش نقدمها مثلا للحود على السعيد الدولي. على السعيد الدولي. وكان على السعيد الوطني. انت مثلا عدد استاذ مثلا. وعندك مباراة في طانجة. ونهار السبت عندك مباراة. يعني هاتشي. تيأثر على. هو تيأثر ولكن اه تتعرف خاصك تعرف كيفاش. مثلا انا كان المساعد اللي معايا كان رجل تعليم. نعم. وكان عنده جلسة مع المندوب ديال المندوب اللي فيها ومع المدير ديال المؤسسة التعليمية. وكان واحد توافق باش يعمر السواء. اه. استعمال الزمن. استعمال الزمن ويخوي وله السبت. وهذا كان مسائل حبية وكان وكانت لانه وتشرف رجال التعليم. لانه تيقود مقابلة في قسم الوطني الاول وهذا. اذا افش يقول له ذاك حاكم حاكم مثلا فلان فلاني. الميناء رجل التعليم. اذا تشريف لهذيك الميناء. وكان بعض الاخوان اللي لقين بعض المشاكيل. وبالاخص الخواص. بالاخص الخواص. مثلا اللي خدمت في شي شركة ولا هذا. ياخد رخصة مثلا من هنا. وبعض مرة يكون تدخل ديال الجامعة في اطار ما هو حبيت. يكون واحد تواصل مع عرب بالعمل ولهذا. باش يسهلوا المؤمورية لهذا الحاكم. والتحجة ما سهل في. الجمهور الجمهور الرياضي. اه. ما تي عرفش هاد هاد اللي بتدي. هاد اللي بتدي. هاد التفاصيل هاد شي. غير تداريب. لان الحاكم را عنده تداريب. عنده مساج. ارى الحاكم تتدرب يوميا. ارى يوميا. واحد ساعتين ديال ما قانه. وعند واحد جوج حصة ديال المساج. وخاسه يسعد للصفر دياله. وخاسه يمشي وانظر نينية هاد هاد على التعويضات. اه. الناس باش تعرف في حالة دولار بيت. الحاكم. في حالة ياخد مثلا الحاكم لديه الوسطر مساعدين دياله. البار. هو بنسبة هاد تعويضات هاっي فهال في هاد الجامعة. نعم. نعم. اللي تترى اساسي فوزير قجع. نعم. اه. كان واحد تحسين ديال هاد اللي عملية ديال التعويضات لا بنسبة للحكام لا بنسبة المقيمين اللي تقوموا بتقييم ديال اه آآ الحاكم. والحاكم كم تقول لك ما تحسبهاش ماديا. لعن ده واحد الحلاوة ديالها فاش نهار الحات يمشي تقود واحد المقابلة لان هي تكون واحد الهواي الانسان عنده واحد المهنة دياله. طبعا. ولكن تكون عنده واحد اه تعويض. وتطمح باش يكون حاكم دولي لان فاش تكون حاكم دولي. تكون واحد. لا واش تقدر تقول لان الضبط نبلغ ولا. هو تقريبا اه المقابلة تقدر لانها كنت تعويض القار ديال المقابلة. نعم. مثلا تلتالف درهم. كسمو طانية اوة تلتالف درهم. وعد الله. زائد عنده اه ديبلاسمون دياله. اه المسافة ما بين مقر السكان. لعب فوجده ماشي يلعب فربا. زائد اه مصاريف ديال الفندق خمس نجوم. اذا تلتالف درهم اتزيد عليها ديبلاسمون. غدي تزيد عليها المصاريف ديال الاقامة. اذا تلتالف ديال المصاريف تتجمعوك. وتدوزلي تحويل بنكين من طرف الجامعة. بالجامعية اللي كتعدي مش الناس تفهم. ما بقاش كان قبل كنتن تخلصوا من عند. من عند الفروق في مستودع الملابيس قبل ما تدخل المباراة. ولكن كانت عملية شوية. وكانت عملية فهم الشاكي. كان صورة شوية تيجي تيجي مسؤولي الفارق تيعطيك تعويضات وادا. وقدر يزيد مثلا. كانوا شي حالات. لا. ما شيت ان انا نقوله انا. كانوا مثلا حكام مثلا قبل ما يدخل المباراة. تعطيه يعني التعويضات دياله. وممكن اننا مش الناس بدي يحسب الفلوس ولا شي حاجة. خاصو يحسب ما. خاصو يحسب ما. خاصو يحسب ولكن. باش نحبسو. انت من او دا عاهدو الماضى. باش يتخبسد البوليميك ديال حسب الفلوس السيني لان الحكم خاصو يقرب. ما الجامعي اللي كتأدي. فجأت الجامعة ديال اه السعالي فاسي الفهري. خداوات القرار قالك الحاكم خاصو يركز. في المقابلة دياله. يكون عنده تركيز ما يدخل عنده تشي واحد ما يدخل عنده لاتخيزو غير ما يدخل عنده لكاتب ايداري الوالو. الا يعمر ورقة التحكيم. فاشتسن للشهر دياله في الاخر ديال الشهر. لعب جوجه مقابلات. لعب تاتة المقابلات يدوزليه تحويل اه دياله. باش باش نتفاده واداك البوليميك اللي تكون اه قبل المقابلة. سيمونية انا نشكرك بزاف على التوضيحات ولكن قبل ما نختم ما غني نترك واحد ديال زل اسمع تعطيني باختصار اه يعني واحد تعليق ديالك عليهم. وهذا يبدأ بالواليد ديالك اللي الناس باش تعرف. انت ابن حاكم دولي سيم براهيم بروك الله يطولنا في عمره وتفضل. صعب الانسان يتذكر على الاب دياله. ولكن انا ديمتا نقولها وهذا هو مش الاب ديالي. لانه كون اجيال. فعلا. كون اجيال اه كتيرة لانه بدأ في تكوين ديال اه الحكم وهو هو ممارس. في تمني وستين الف وتسعمية تمني وستين تسعود وستين فهو في تكوين ديال الحكم لا لسعيد عصبات الشوية سابقة ليا عصبات ضربية الكبرى او الجامعة. الاخوة الذين يسيرون التحكيم حاليا في جميع العصب او للسعيد الوطني فهم تلاميذة الحاج براهيم بروك المرحوم باحو المرحوم اه زياني اه وعدة اوطور اخرى اه غدين نسى لما نذكرش الاسماء. تنتمنوا لي الصحة والعافية. كان مر اه اه تصاب هاد الوباء. وكان اوسبيطاليزي. الحمد لله. الحمد لله. ننقز هاد المرحلة هذه تنتمنوا لي الشفاء والطولة مرة ان شاء الله. وانتمنوا الوباء يترفع على البلد. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. باش يرجع باش يرجع تل جمهور وترجع للامور كيف. ان شاء الله. ممكن نقرأ على التحكي من غريبي. لا بدك يطلع ذاك الاسم اللي كان لائم المصدر فقر. الحكم بالقولة الله يرحمه. شنو عندك شو يعني واحد بتجيش كلمات يعني شو بتقول عليه. بالاستاذ بالقولة الله يرحمه. احنا ما استفدناش منو. يعنو فسلت جريبة ديالو سعي الدولية. الله كان غادي تفرق التكوين ويعطيديك جريبة ديالو. اه رحمة الله عليه. اه سجلي اسمه من ذهب في تاريخ اه الكرة العالمية كمغربي كعربي كمسلم كافريقي. اذا اه ماشي سهل باش تلعب لكوب دي موند وتلعب الفرنسا في البلد ديالو ترد احد اللاعبين الباريزين في المنتخب الفرنسي. اه الحمد لله احصل لي الشرف باناني القميس باش لعب الافتتاح ديال كاس افريقيا. اه في جنوب افريقيا. اه حاولت ناخد اذك القميس بقى عندي. وبقى فيه ابقات فيه الريحة ديال المرحوم. وبقى عندي هو كيمتا نقوله الوحيد معاه. اه. واخر ما ما تعيشناش معاه بزا في السيميناء لانه كان سابقنا في الجيل. الله يرحمه. اه فوزي القجاع رئيس الجامعة. فوزي القجاع اه اه الرجل اه اللي دار واحد تغييره تيبان بالملموس. تيبان بالملموس كين واحد تغيير اه لجميع الاصعيدة جميع اللي جان كين واحد تغيير كين واحد اللمسة رجل تواصل اه وكانت لي معه جوج جلسات في النهاية دي المصار ديالي وعندما الاصابة ديالي في انتهر وهذا رجل تواصل الهاتف دياله يجيب هدا ماشي ماشي اي رئيس جامعة اي واحدة تسليميتي هدا تتواصلتي سولة الصغيرة والكبيرة امتابع عطي اهتمام التحكيم هاد الفار باش يدخلها ماشي سهل. رك عارفة استيش تكلفة المالية دياله هاي كأس افريقية لشان وما قدوش يديرو في كأس افريقية كامل ديروه تل الربوع النهاية. هناك نشوف القاس الموطني التاني في الفار القاس الموطني الاول في الفار كأس العرش في الفار ايدا اول بلد ليدخل هالتقنية جنوب افريقيا صبقنا احنا جواب افريقيا اللي تناعرفوا الموارد المالية اللي عند الجنوب افريقيا احنا صبقناها هم جوا منمورنا للميسر بقي اه تونس ما تخلش عندهم الفار بقى الجزائر ما تخلش عندهم الفار بقى ليبيا ما تخلش عندهم الفار اذا اول دولة اذا اه هات الصورة را منمورها رجالات منمورها ناس وعلى رأسهم سيفووزير كنت اتمناولي التوفيق ان شاء الله في الميسار ديرو. اذا شكرا لسيمولير الحاكم الدولي السابق والمؤطرة على التوضيحات ونتمنى وانا نقدمنا للجمهور والمتابعين دي القناة الفسبو وحد العدد دي التوضيحات حول التحكيم حول تعديلات الاخيرة حول حول البار اذا تحية لكم جميعا ونطلقوا في موعد لاحق ان شاء الله مع السلامة